اشتركوا في القناة الكسافة الضوئية للوسط الاضطراب الذي تهتز فيه جزيات الوسط عموديا على اتجاه انتشار الموجة الموجة المستعرضة الحركة الدورية التي يحدثها الجسم المهتز على جانبي موضع السكون الحركة الاهتزازية المسافة التي اقتحها الضوئ في الثانية الواحدة سرعة الضوئ الخاصية التي تميز به الأزن بين الأصوات الحادة والغليزة درجة الصوت اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين رقم واحد بعدها اتماما عملت الاخصاب في النبات ينمو المبيض متحولا إلى ايه طبعا متحول إلى صمرة لو احنا فاكرين عندنا البويضة لما بتندق بتتحول إلى بزرة وعندنا غلاف البويضة بتحول إلى غلاف بزرة والمبيض اللي هو بيسألنا عليه هيتحول ليه إلى صمرة وجدار المبيض هيتحول إلى جدار مين اللي هو صمرة يقاس مستوى شدة الصوت بوحدة مين الوقت لكل متر مربع نيوتن ديسيبيل سنتيمتر اللي هو مكعب طبعا الصحة الدينامين اللي هو ديسيبيل إذا كانت المسافة بين مركز التضاوط السالس ومركز التضاوط السابع يبقى عندي تضاوط ثالث لحد السابع طيب من الثالث للسابع هيتديني كم هيتديني هنا اللي هو أربعة طول موجي تمام وعند المسافة كلها كم اتناشر وعشان أجيب له هنا اللي هو طول الموجي إذا ما احنا عارفين طول الموجي بيساوي اللي هي المسافة كلية على عدد مين على عدد الموجات يبقى اتناشر على اللي هي أربعة فا كم فيها اللي هي 3 سنتيمتر عشان مديني الوحدة هنا ايه بسنتي عدد الكرمصومات في الحيوان المنوي نقط عددها في البيضة احنا عارفين الحيوان المنوي ده عبارة عن مشيج مزقر والبيضة عبارة عن مشيج مؤنس الحيوان المنوي بيحتوي على نص المادة الورصية البويضة بتحتوي على نص المادة الورصية معنى كده هم الاتين زي بعض يعني نختار مين اللي هو ايه يساوي وديرة عجلة صفار بمعدل 120 دورة فيه الدقيقة الدقيقة يعني فيها 60 ثانية وبملامسة الصفيحة المارنة لأحد التروس اصدر صوتا تردده 100 هرتز فما عدد اسنان هذا الترس طلب من مين اسنان الترس طالما هنا مديني عجلة صفار بعمل مستطيل في جنب كده بقسمه الاربع خنات عند هنا اللي هي دال عدد دورات نون عدد اسنان الترس تيل اللي هو التردد زين اللي هو الزمن بالثانية هو طلب من مين اللي هو عدد اسنان الترس فقوله بما انه نون بيساوي هضرب تيه في زين تيه في زين على مين على ديل تعال نعوض تيل اللي هو التردد التردد ايه اللي بكام ايه اللي هنا تردد بمية الزمن ايه اللي دقيقة يعني فيها 60 ثانية على عدد دورة كام ايه اللي كم دورة 120 دورة يبقسم على كام على 120 السفر مع السفر على الستة فقى الواحد على الستة فقى الاتنين على الاتنين فقى الواحد كم فالخمسين يبقى الناتج اللي عنده كم اللي هو خمسين يبقى بيساوي خمسين طبعا ما يجيب ايه لديه عدد سنان اللي هو الترس فقول له ايه سنا يبقى الناتج خمسين سنا استخرج الكلمة او العبارة غير المناسبة ثم اكتب ما يربط بين باقي الكلمات او العبارات موجات الضوء المرئي موجات الماء موجات الراديو موجات الميكرويف الغلط عندي موجات المياه ده موجات ميكانيكية إنما كل الباقي ده عبارة عن موجات كهرومغناطيسية موجات كهرومغناطيسية الحويسلطان المنيويتان غدت البرستات غدت البنكرياس غدتها قوبر هنشيل مين غدتها اللي هو البنكرياس الباقي ده عبارة عن رقم اثنين رقم اثنين عبارة عن الغدد الملحقة بالجهاز التناسلي في ذكر الإنسان هنيجي الرقم 3 حركة بندول حركة زنبرغ حركة لعبة النحلة حركة وطر مجدود الغلط عندي هنا مين حركة اللي هي لعبة النحلة طب البادة عبارة ايه هقول له من أمثلة الحركة الاهتزازية أصفر أزرق بنفسيجي أبيض أحمر نشيل مين اللي هو الأبيض والبادة هقول له من ألوان الطيف ايهما أكبر مع التفسير رقم 1 سرعة الصوت أم سرعة الضوء مين الأكبر وبصنع الأكبر يبقى رقم 1 هقول له سرعة مين سرعة الضوء هي الأكبر طب ليه أقول له لأن الضوء من الموجات القهر مغناطسية وسرعتها 3 في 10 أو 8 متر كل سنة أما الصوت من الموجات الميكانيكية وسرعتها وسرعتها الضوء الأحمر أم طاقت فيتون الضوء البرتقالي نحن ندهر على مين على الأكبر طبعا الأكبر عندي مين اللي هي طاقت فيتون اللي هو الضوء مين اللي هو البرتقالي يبقى رقم 2 أقول له طاقت فيتون الضوء البرتقالي هو الأكبر تفسير الكلام دا أقول له لأن تردد الضوء البرتقالي أكبر من تردد الضوء الأحمر ويوجد علاقة ترضية بين طاقت الفيتون والتردد رقم جيم ماذا يحدث في الحالات الاتية رقم 1 سكوت شوعة ضوءي عموديا على السطح العكس يعني عندي سطح عكس ده سطح عكس بدأ يسقط عليه شوعة عمودي إيه اللي يحصل له طبعا في الحالة ديت اللي يحصل له هيبدأ يرتد عليه هيرتد على نفسه فأقول له الإجابة يبقى رقم جيم رقم 1 يرتد على نفسه لأن زاوية السكوت بتساوي زاوية الأناكاس بتساوي سفر رقم 2 زيادة تردد موجة للضعف ونقص طولها الموجة إلى النصف بالنسبة لسرعتها إحنا عارفين أن سرعة الموجة عين بتساوي ته في لام قال لي هنا التردد زايد للضعف وقال لي طوله الموجة مقص للنصف قال للنصف طب دلوقتي لما أسألك سؤال هو أنا دلوقتي لو أنا ضربت الاتنين في النصف هيطلع لكام مش ده أعلمت فيه لو أنا ضربت الاتنين في النصف هيطلع لكام معناها اتنين على اتنين ده يروح معا ده يعني يطلع لكام واحد يعني أكدنا ما عملتش حاجة يعني معنا كده السرعة اللي حصل لها التنهيزة ما هي يبقى عند السرعة هنا تظل إيه كاما هي فقول له تظل سرعة الموجة ثابتة دون تغيير لكن ما عملتش أي حاجة أكمل العبارات التالية رقم واحد القمة في الموجة احنا عارفين طبعا القمة موجودة في الموجة مين اللي هي مستعرضة المستعرضة يقابلها نقط في الموجة التولية اللي هي تضاوت أو بسميه مركز تضاوت مركز تضاوت عدو التسكير في الظهر هو مين اللي هو الطلع بينما عدو التهنيس هو مين المتاعة يستطيع الإنسان سمع الأصوات التي يتراوح تردودها بين نقط ونقط بين 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز أو ممكن أقوله 20 ألف هرتز يرمز للزهرة المذكرة بالرمز المذكرة هيكون ده الرمز بتاعها بينما يرمز للزهرة المؤنسة بالرمز ده الرمز بتاعمين المؤنسة يود التدخين والإدمان إلى تقليل الإفراز نقطة عند الزكور اللي هو هرمون الزكورة هرمون الزكورة أو ممكن أسميه اللي هو الاسم بتاعه اللي هو التستو سترون وموت نقطة عند الإناس موت اللي هي الأجنة وتشوات فين في الأطفال اللي هي حديث إيه الولادة الشكل المقابل يعبر عن العلاقة بين شدة الصوت وكسافة الوسط وضح أي الحالات هي الأقوى في شدة الصوت وإياها الأضعف مع التفسير تعالوا نبص على الشكل كده أنا عندي هنا عبارة مين كسافة مين اللي هو الوسط كيلو جرام لكل متر المقابل وعند هنا اللي هي شدة الصوت بالوقت لكل متر هي مربعة وهنا مديني تلات نقط اللي هي ألف وبين وجيم احنا عارفين إن في علاقة طردية عارفين إن في علاقة طردية يوجد علاقة طردية بين شدة الصوت وكسافة الوسط دي القاعدة اللي احنا نشتغل عليها نركز مع بعض وعاوز هنا طلب من إيه بقولي هنا مين الأقوى ومين الأضعف الأقوى هنا اللي هلاقي هنا كسافته كبيرة مين أكبر كسافة عند اللي هي نقطة مين نقطة جيم عشان كل ما ماشي كده كل ما كسافة اللي يحصل لها هتزيد معايا يبقى هنا نقطة ألف دي أكبر حاجة عندي وإلا ما تزداد معايا الكسافة يزيد عيامين اللي هي شدة ايه شدة الصوت يبقى أول حاجة عندي كده اللي هي الأقوى في شدة الصوت اللي هي النقطة ألف طب تفسير الكلام دي لأنها أكبر كسافة وطالما هي أكبر كسافة تكون أكبر في شدة الصوت عشان أقونا العلاقة ايه علاقة ترضية الحاجة التانية عاوز مين اللي هي الأقل أو الأضعف طبعا هنختار مين النقطة ايه النقطة جيم عشان دي قال لحاجة عندنا وبالتله هنا شد وتصوت هيكون أقل لحاجة عندنا يبقى الحاجة التانية عندنا اللي هي الأضعف في شدة الصوت النقطة جيم تفسير الكلام ده لأنها أقل كسافة وطالما هي أقل كسافة أقل في شدة الصوت أعل اللي ما يأتي رقم واحد ما يسم بعد الأظهار رشية لازجة يبقى رقم واحد أقول له للتقاط حبوب اللقاح رقم اتنين يقل التردد بيسمى متاز بزيادة زمنه الدوري لأن التردد يتناسب عكسيا مع الزمن الدوري الدوري فممكن أقول الوجود علاقة أي عقصية بينهم سوف ما تحتوي خط فيها العبارات الآتية رقم واحد تفرز الخصية هرمون الزكورة اللي هو الاستروجين طبعا الكلام ده غلط طبعا ده هرمون انسوي والاستروجين طبعا ده مسؤول عن مظاهر الجنسية السنوية في الانسة مظاهر البلوغ طبعا عنشيله ونكت مكانه مين اللي هو التستسترون التستسترون في الانكاس المنتظم تكون زاوية السقوط أكبر من زاوية الانكاس السنشيل أكبر من وقلو ايه تساوي اثناء عملية الاخصاب الزهري تلتصق حبة اللقاح بالميسم الذي يفرز محلولا ملحيا لا هو محلول ايه سكريا سكريا تستخدم موجات المياه الباردة في فك التشنجات العضلية طبعا دي مفروض اللي هي المياه دافئة هنشيلها ونكت مكانها مين اللي هي العصبية العصبية اكمل مصار الاشعة الاتية هنا زا ما احنا شايفين هنا شعاع هنا سقط ايه عمودين على سطح عاكس ايه اللي حصل له المفروض ده يرتد على نفسه يبقى التكملة بتاعتي مجرد عمل له السهم ده فقط هنيجي هنا مديني هنا زاوية السقوط بكم طبعا دي من زاوية السقوط ده دي الزاوة اللي هي محصورة بين اللي هو السطح العاكس هو الشعاع اللي هو ايه ساقط هنا عشان اجيب هنا زاوية السقوط لازم هنا احكيم عمود مقام منهم نقطة السقوط كده يبقى ده عبارة عن العمود المقام احنا عارفين الزاوة دي كلها بكم من تسعين درجة دي بكم بتلاتين لما اطرح تلاتين من تسعين يتفضل لي كم ستين يبقى هنا زاوية السقوط بكم بيه اللي هي ستين درجة طالما السقوط بستين هينعاكس هنا بزاوية كام مقدارة كام اللي هي ستين درجة بالشكل ده يبقى لنكاس هنا بزاوية مقدارها ستين درجة من الشكل المقابل احسب رقم واحد الطول الموج زا ما احنا شايفين دي عبارة عن موجة مستعرضة والطول الموج الموجة المستعرضة عبارة عن مسافة بين قمتين متتليتين او قعين متتليين هنا مديني مسافة من القمة دي والقمة دي كان أربعم متري يبقى هو ده طول الموجه يبقى قوله بيساوي 4 متر الحاجة التانية ساعة اللي هي الموجه اقصى ايزا حدث الجسم المهتز بعين عن موضوع السكون ده موضوع السكون اللي هو السفر ده يبقى هاجيب المسافة دي الحتة دي كده الجزء ده كده هاجيبه منين من هنا قدامي هنا ميديني كام اللي هو اي واحد ايه واحد متر يبقى قوله بيساوي واحد متر عاوزين بعد كده مين اللي هو ايه تردد التردد زي ما احنا عارفين بيساوي يبقى له التردد نكتبه قانون بتاعنا بيساوي عدد الموجات الكاملة على الزمن بالسواني تعال نعود مديني هناك الموجة طبعا هبص على اللي هو في الزمن هنا الزمن الجزء ده من هنا لقد ده عبره عن نص موجة نص يعني خمسة من عشر يعني قادcasting معناها نص موجة خمسة من عشر على الزمن اللي هو كام اللي هو اتنين من عشر ثانية اتنين من عشر ثانية لما قسم خمسة من عشر اللي اتنين من عشر يطلع المعايا اتنين ونص انا بيجب هنا ايه التردد وحدة ايه اعواص بعد كده صورة اللي هي انتشار الموجة يباركم اربعة صورة انتشار الموجة احنا عارفين انعين بتساوي يتيه في الام تردد فيه اطول الموجة طالعا عواص التردد لسه جيبينه كام ب 2.5 في الطول الموجي الطول الموجي جيبناه كام ب 4 متر يبقى 2.5 في كام ب 4 هيطلع لي كام و 10 انا بجيب ايه السورة اللي هي انتشر الموجة الوحدة بتاعته متر اللي كل ايه ثانية يا ربكم فهمنا بتنسوناش من صالح دعواكم كان معكم مستر طارق وإلى اللقاء ان شاء الله في حلقات قادمة وبالتوفير للجميع رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة